هي مباراة القمة الجدول بيقول كده الأهلي المتصدر يلتقي صاحب مركز الثاني غزل المحلة يوم الأربعاء الوضع في الأهلي هو عودة التدريبات النهاردة بعد راحة وبالتالي استعداد من أجل نقاط ثلاث جديدة يتواصل بها الصدارة أما غزل المحلة اللي قدم أداء رائعا حتى الآن في الدوري حصلت له هزة نوعا ما في الأيام الماضية لكن في محاولات لتهدئة الأمر وإعادته إلى الطريق الطبيعي حصلت المحاولات حكينا تفاصيلها ونحكي شوية تفاصيل تانية خلال الساعات اللي فاتت حصلت قبل أن يخرج بيان غزل المحلة اللي تكلم فيه على أن مستر بابا باسيليو باسيليو ما فيش سين في الآخر بابا باسيليو قاد الميران النهاردة ودخل بممكن تسميها زفة دخل محمولا على الأعناق ممكن دخل وهو الناس بتحتفل بي وكأنه متوج ببطولة دخل وهو مبتسم هذه الابتسامة العريضة بعد أيام من أنا ماشي أنا خلاص حجزت تذكرة الطيران على الفيديو ده عايز أقول أنه لازم يستثمر لازم يستثمر المحلة ماشي بشكل كويس وجزء كبير من أسباب هذا الشكل الجيد هو الرجل ده مش وحيد طبعاً ما أنت عندك إدارة وعندك لعيبة وعندك جمهور فالواحد لما يوصل لمرحلة أن كل الأطراف كل الأطراف متكافأة ومتمسكة والهدف واحد ما ينفعش أبداً يفرط في الشكل ده لأن لو عنصر وقع من العناصر دي هيكر ورا عناصر أخرى فتنهار الأمور الواحد في أي منظومة مش بس كروية في أي منظومة لما بيحصل له 1% نجاح خطوة بل نص خطوة تقدم للأمام لازم يبروز النقطة دي لازم يبروز الخطوة دي ويستغلها في أن النص خطوة تبقى خطوة والخطوة تبقى خطوطين علشان ما هو بالطريقة دي بيصنع النجاح حتى الآن ما تقدرش تصف تجربة المحلة أن هي نجحت لأن أنت يستبتكلم في أربع جولات لكنك عملت خطوة ما ناحية النجاح على مستوى فريق الكورة أنا بتكلم كمستوى كورة ونتائج عندك جمهور متكاتف جداً حول الفريق عندك لعيبة متفاهمة جداً مع المدرب عندك مدرب بيظهر بشكل كويس عندك إدارة مش بس على مستوى إدارة الفريق أو إدارة النادي عندك محافظ محافظ النهاردة الدكتور طارق رحمي بيروح بنفسه علشان يتكلم مع اللعيبة وعلشان يبقى موجود معهم مع المدير الفني العائد عندك رئيس رابطة الأندية ورئيس شركة الكورة في نادي فيوتشر النايب أحمد دياب موجود من أجل يعني تهدئة الأجواء أو لم الشمل فكويس قوي أنه ينتهد بالشكل الهادئ ده وأتمنى لأنه بكل صراحة يعني بكل صراحة العلاقة آه رجعت لكن أي علاقة بترجع بيكون فيها شرخ إزاي تلم الشرخ ده مع الأيام دي بتكون لها خطوات الخطوات دي بتبقى بعيدة عن الإعلام مية في المية إن نقعد مع بعض بقى كإدارة وكمدرب آه بكرة المفروض إن فيه توقيع عقد يحصل على التفاوض الجديد اللي حصل اللي هو الإدارة بتقول إن ما هو ده اللي احنا كنا نوين نعمله لكن أيام كان يمضي بقى ويتم الهدوء والاستقرار وتقعد تقوله مع بعض أنا زعلت منك في كذا وكذا وكذا بس تمام خلاص أنا راضي وأنا زعلت منك في كذا وكذا وكذا لكن كمان أنا راضي لأنه لو فضل حد شايل أو طرف شايل من الطرف ده من الطرف التاني لو الوقعة ما جاتش دلوقتي هتيجي لاحقا فمهم جدا إن فعلا تكون النواية خالصة انتهت أزمة لمدة 3-4 أيام واللي جاي عمل إزاي الكابتن صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة كان أحد الأطراف الهادئة جدا والفاعلة جدا والمتمسكة بإعادة الصفوف سريعا ترجمة نانسي قنقر